بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين أسعد الله وأيامنا وأيامكم مشاهدنا الكرام بذكرى عيد الغدير الأغر وبهذه المناسبة أتقدم إليكم بأسنى وأسكى التهاني والتبركات أحييكم وأحيي ضيفي سماحة الشيخ جعفر البراهيمي الخطيبة الإسلامية أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وأسعد الله وإيامكم أهلا وسهلا ورحمة أهلا وسهلا ورحمة أهلا ورحمة سماحة الشيخ بمعنى الحديث حول عيد الغدير لا بس أن تكون لنا مقدمة تكون بمثابة التمهيد والتوطأ للدخول إلى محور هذه الحلقة ماذا تعني كلمة العيد وما هي أعياد المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد من خلال قناتكم المباركة نزف أسماء آيات التهنئة والتبركات للأمة الإسلامية بهذا اليوم الذي يمثل الامتداد الطبيعي لرسالة السماء الذي يمثل تنصيب علي بن أبي طالب سلام الله عليه لقيادة الأمة الذي يمثل الوجود الإنساني حقيقة بما يحمل علي بن أبي طالب من صفات دعته إلى أن يكون مؤهلا ليتحمل هذه الرسالة وهذا التنصيب وهذا التخصيص من الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يوفقنا لولاية علي بن أبي طالب وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ونقول كما ورد في المأثور الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام يا سيد الفاضل اختلف المتحدثون بكلمة العيد أخذوا ورد بها منهم من قال لأنه يعود فيه كل سنة مرة نلعوه وهذا رأيي ضعيف تقريبا لأنه كل الأيام تعود وهو منهم من يقول لأن الناس يعود بعضهم بعض يعني سير عيادة وزيارات متبادلة والشيء وعطلة أمير المؤمن سلام الله عليه صاحب الذكرى صاحب المناسبة سؤل قال كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد يظهر المسألة مسألة العيد أنه أنا أخذ العيد كله بالمتنزهات وشيء أسمي عيد لا مو هذا كل يوم لا يعصى الله ما يحاسب مو أكم أقول لأحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ليس مننا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فشو يحاسب نفسه بالليل إذا شاف ما يكون معصية خلال النهار وهذا اليوم وهذا اليوم العيد لكن الأعياد الرسمية للمسلمين هي ثلاث باستثناء الجمعة التي تعتبر في كل أسبوع لكن الأعياد الرئيسية هي عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الغدير عيد الأضحى أخذ عيد لأن الإنسان تعرف بعد موسم الحج يكون عناء ويكون مشقة وعيدما يذهب العناء وتذهب المشقة ويثبت الأجر والتوفيق ونحن نعلم أن الروايات تقول أن في أيام الحج إذا من قبلت حجته يعود كيوم ولدته أم فبالتأكيد هذا تستحق الفرحة إن الإنسان يعني بدأ من نقطة مثابة جديدة نقطة انطلاق جديد وهذا الركام الذي أثقى الكاهلة من خلال هذه السنوات من العمر وفتهت ولله الحمد بالمغفرة والتوبة ونظر الرحمة بعيد الفطر المبارك أن الله تبارك وتعالى في شهر رمضان شهر دعيتم به إلى ضيافة الله وأصبحتم فيه من أهلي كرامة الله أنفاسكم في تسبيح نومكم في عبادة صيامكم دعاكم في مقبول يعني فرد تسهيلات كما يقول اليوم باللغة الاقتصادية أو أهل المنق والمصارف يسمونه تسهيلات مصرفية تسهيلات مصرفية قد ما تخطر في البال أن الأنفاس تسبيح والنوم عبادة من تلا آية من القرآن الكريم كأن ما ختم القرآن في غيره من الشهور هذا الشهر الكامل فيه عتقاء لله من النار والشقي من حرم غفران الله يعني يستحيل من أن هناك يعني الكلمة قريبة منها المعنى أن يستحيل أن يكون هناك إنسان من يحرم المغفرة والتوبة في شهر رمضان المبارك إذن عند مغادرة الشهر الكريم يستحق الإنسان أن يخرج وهو في غاية من الفرحة لأنه حصل على كرامات من الله تبارك وتعالى العيد المناسبة الثالثة له عيد الغدير ومع الأسف ما جاء يحصل على اهتمام أو يأخذ المدى الذي يستحق في نفوس الأمة هو عيد الغدير عيد الغدير هو يوم الذي نصب فيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إماما للأمة وخلفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام جمع من الناس هذا العيد يفترض أن يتخذ عيد وأعتقد يكفينا أن نرجع إلى تأريخ مثلا لتقريب المعنى إلى ذهن السامع لنأخذ مثلا أيام النصرانية الحواريين طلبوا من عيسى بن مريم أن تنزل عليهم مائدة من السماء عيسى بن مريم قال اتقوا الله يعني كأنما المسألة لا تطلبون الإعجاز خلوا المعجزة هي شون القرآن الكريم يقول قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله فهم طرحوا فرد وجهة نظر مقبولة يظهر القرآن الكريم أقرها يعني فلذلك نقول عنها مقبولة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين نزلت المائدة يا سيدي بعدما طرحوا هذا الاطروحة يظهر الله تبارك وتعالى أوحى العيسى قل لطلب مني يعني طلب مشروع فلما طلب عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا عيدا إيه شون اللي نزل نزلت مائدة من الطعام المائدة تملأ المائدة وعمر المعدة ما في يوم من الأيام صارت هدف من أهداف الإنسانية ليش سيدي الفاضل لأنه المعدة هي أصلا من نمط البهيمية الإنسان ترى خليط يعني الإنسان نقدر نقول مزدوج الإنسان يحمل الله تبارك وتعالى أطاق قابلتين قابلية ارتقاء سمو وقابلية تقهكر وإنحدار قابلية الارتقاء والسمو أحيانا يصبح أفضل من الملائكة أو مرة يتقهكر وينحدر يصبح أقدر من الحيوان أسوأ من البهيمة إذن إش عنده يعني عنده عقل وعنده غريزة إذا انتصرت العقل انتصر على الغريزة ارتقل بإنسان فيكون بوصاف الملائكة الملائكة أو أفضل منهم كما هو حال آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأحيانا تنتصر عند الغريزة فينحدر أقدر من الحيوان أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فهذه المعدة من نمط البهيمية لكن الله تبارك وتعالى أوجد هذه الغريزة عند الإنسان لامتداد النوع يعني حفظ النفس واجب ومقدمة الواجب واجبة فلذلك وجب على الإنسان أن يأكل حتى يحفظ نفسه طيب إذا هي معدة خالية خاوية تنزل إلها مائدة من الطعام يعتبر نزول تلك المائدة التي تملأ المائدة هو عيد فما رأيك بمائدة تنزل من السماء تغني كل مناح الحياة تأكيد هذه أعظم وأكبر شكو مناح الحياة سيدة أنا ما أقولها يعني جزاف وإنما النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار إذن أي عيد هذا إنما يهبط أمر من السماء أن ينصر علي بن أبي طالب والنبي يأمر الأمة أو يأمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بأن يبلغ الأمة بالارتباط العضوي مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحرك حتى يتحرك علي بن أبي طالب وتقف الأمة عند وقفة علي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب له امتداد طبيعي للسماء إذن من هذا المضمون يفترض أن يكون يوم الغدير هو عيد أغرب ويكون إلى معنى وصدى في نفوس المسلمين وأنا أدعو الناس من خلال هذا المنبر التأمل في حادثة الغدير وما سبقتها من أحداث وما هي موضوعة حادثة الغدير وماذا تعني للإنسانية وما هو الأمر الذي حصل بعد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وأدى إلى الانقلاب على هذه الحادثة العظيم وهذا ما نريد أن نتعرف عليه سمع الشيخ خلال هذه الحلقة يعني لماذا صار يوم التنصيب صار يوما عيدا للمسلمين ويطلق عليه بعيد الغدير يعني ما الذي حدث لماذا سمي تنصيب الإمام أمير بن عليه السلام بعيد الغدير ملاحظة الآن المجتمعات المعروف عند المجتمعات أن حتى في ذكريات تنصيب الحكام الملوك الطواغيت يعتبر العيد الوطني شنو يعني العيد الوطني العيد الوطني إذا تتأمل به لأنه في اليوم الذي نصب فيه الحاكم الفلاني على الدولة الفلانية حاكما طيب هذا الحاكم ممكن أن يكون طاغي وممكن أن يكون ديكتاتور وممكن أن يكون مستهتر بالأمال العام بالأعراض بالأموال بالدماء لكن مع كل هذا الاحتفالات ما شاء الله تكون صاخبة وتدوم إلى أكثر من عشرة أيام احتفالية لأنه نصب فلان فما رأيك عندما ينصب المعصوم وعندما نقول المعصوم لأن القائد والإمام والعالم والقدوة إذا فسد فسد العالم لأن الناس على دين ملوكها هذا مسلم الناس على دين ملوكها قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء إذن دائما الناس دولة ضعفاء تبع الكبار هؤلاء الكبار إذا كانوا بمستوى العصمة وبمستوى الإمام أكيد يقود الأمة إلى الاستقرار وإلى الطمأنينة يعني إحنا الآن لما نقرأ مثلا في تاريخ الإمام الثاني عشر سلام الله عليه نقول أن في حياة الإمام في حكم الإمام المرأة تحمل المكتل على رأسها المكتل يعني يقول فتحاجة كانت النساء تحمل على رأسها بعض الحاجيات تحمل المكتل على رأسها من العراق إلى الشام بدون محرم وهذا يشير إلى حالة الإطمئنان والهدوء والاستقرار والعجل أيضا متى يجب المحرم المحرم يجب أكو حكم وأكو موضوع إذن عدم الأمن وجب المحرم إذا توفر الأمن ارتفع شريط المحرم لأنه إذا الناس مستقرة فماكو مشكلة إذن في أيام الإمام شنو يخلي مسالح يخلي متارس على الطرقات مثلا من العراق إلى الشام فما ما أقوله يعني لا وإنما الحاكم القائد إذا كان هو عادل العدل سيسري على الجميع ولذلك أن حكم المعصوم وقيادة المعصوم وتصدي المعصوم للمسؤولية يؤدي إلى سعادة الأمة وهذه المناسبة تستحق أن تكون عيد لكن الأمة ما تفاعلت مع هذه الحادثة وأثرت عليها بعض الإرادات الشريرة وبعض المؤامرات والدسائس الخبيثة مما خففت أثر يوم الغدير بنفوس الناس إلا اللهم النزر القليل من أتباع مذهب أهل البيت أخذوا يحتفون ويحتفلون بهذه المناسبة نسأل الله أن يثبتهم على هدايتي وعلى دينك سمحت الشيخ ما هي الأدوار التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله في ترسيخ مفهوم الإمامة في ذهن الأمة وخصوصا إمامة الإمامة ميرون عليه السلام كواصي وحاكم بعده سيدنا الفاضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بدعا من الرسل النبي قبل الرسل والله تبارك وتعالى نحن نؤمن بجميع الرسل لأن المنبع كل واحد من الفيض الإلهي نقرأ الآن في تاريخ الأنبياء لم نجد نبيا يفارق الحياة قبل أن يثبت من بعده وصيا للأمة لماذا؟ لأن مسألة تنصيب القائد ضروري جدا فالكلمة ما تحضرني أحد القائد الهنود على ما أذكر أو شي يقول يموت الجندي والوسام على صدر قائده ليش يموت الجندي والوسام على صدر قائده الذي صنع الانتصار ليس بضرورة أن يكون هو هذا الجندي الذي يحمل السلاح الذي صنع الانتصار هو هذا القائد الذي وضع خطة عسكرية ووضع ستراتيجية للتحرك العسكري المضبوط الذي يحقق من خلاله هذا الانتصار وإلا كثير من فوات البنادق ترمي ليل نار وبالتالي ما حققت شيء إذن أمة بلا قائد مهما تكون قدراتها الآن تشوف الأمة الإسلامية الأمة العربية أمة العرب إذا تأخذها من جانب اقتصادي عندها ثروات الهائلة احتياط العالم كله عندي العرب احتياط النفطي هو اليوم هو الدولار يعني البترول هو اللي محرك الحياة طيب إذا البترول بالوطن العربي الكثافة السكانية أخوه هاي ما شاء الله العلاقات الاقتصادية العلاقات التجارية العلاقات الاجتماعية جذور بالتاريخ يعني أمة تمتلك كل مقاومات الحياة لكن تفتقر المن إلى القائد تفتقر إلى القائد متى ما توفر عدى القائد الإمكانيات المتاحة القائد الحقيقي طبعا وليس كل قائد هناك من يدعى أنه عندما نقول القائد نقصد ما نقول يعني القائد أكو كثير من من هي مسألة صارت المسميات يعني ما تحترم الناس الأولويات بالمسميات لا لا عندما نقول القائد القائد الإلهي المشروع إلهي عنده ويمتلك هذه الطاقات تشوفه يحول الطاقات إلى نتاج يحول الطاقات إلى مثمرا فالشاهد أن الشيخ محمد رضا المضفر رضا عن الله محمد رضا المضفر عندك تيب اسم السقيفة يمر في بعض تدري أولمان أعدهم لفتاة لطيفة حتى أتذكر من يمر في مناقشة السقيفة يقول ولكن بعدين يعقب يقول ولعنة الله على لكن التي لا يستغني عنها كلام محمد رضا المضفر طيب سمحت شوف أعضل المقاطعة تسمح لنا نذهب إلى فاصل بعد ذلك نعود أين خلص براحتكم فاصل القصير المشاهدين ونعود إليكم تحية طيب ووهلهم بكم من جديد المشاهدين الكرام لازم نواياكم وهذه الحلقة الخاصة بذكرى عيد الغدير الأغار وضيفي سماحة الشيخ جعفر البراهيمي الخطيب الإسلامي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى قبل الفاصل كنتم ذكرتم موضوع عن الشيخ المضفر بخصوص كتابه السقيق الشيخ المضفر كان ما يريد أن يقول أني عندما أدقق في التعاليم الإسلامية التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى الإسلام تدخل في أدق التفاصيل للإنسان كثير من النظم الوضعية ترسم الخطوط العامة ولا تتدخل بالجزئيات يعني ما عدنا اليوم نظام وضعي مهما كان متحضر مهما كان متطور استطاع أن يضع ضوابط على الزوج داخل غرفة نومة مع زوجته وما يدخل مقضية خاصة ولا في بيته يقول أرى الإسلام وضع تدخل معي إلى غرفة النوم مفعلا أنت تشوف الآن متى يكون محرم معاشرة متى تكون بل يبدأ قبل أن يأتي الإنسان إلى الدنيا ويرافقه حتى القبر متى تكون محرمة متى تكون مكروهة متى تكون مستحبة يقول دخل مع الإنسان حتى إلى بيت الخلاء يقضي حاجة بس أرى شعوب هاي اللي تعتبر نفسها متطورة متحضرة أكون في بعض الأماكن بعض المطارات كلبه هائم أماكن من وقوف يعني واحد جنب الآخر ويعني فتشي مليك بالمقام من سوال فشي فيت الناس يعني واي هذه الشعوب متحضرة يعني أرجوك بهذا هو الأوساخ والقدارات والشي الإسلام تدخل تدخيل الرجل اليسرى من تطلع تطلع اليمنى هناك أعدام هناك مستحبات تفعل كذا هكذا حتى تطمئن وتحرز الأطمئنان من حدم تدفق الإدرار أو البول في يعني هذا يقول الدين اللي يدخل معاي بها التفاصيل يكره البول باتجاه الريح يكره بالتقوب بالأرض يكره في الأرض الصلبة يكره يحرم استقبال القبلة يحرم التفاصيل أنا شغله مجرد قدح ماء أشربته زاد عندي فلترت على الكلية أفرغ منه الدين يدخل بي يرسم لي متى وكيف وعين مو صحيح فيقول ما ممكن الدين اللي يدخل بهذه التفاصيل يترك أهم صفحة من صفحات الأمة فارغة وهي صفحة القيادة استنتاج عخلي يقول ما ممكن أن النبي صلى الله عليه يمكن واحد يعتراض عليه يقول يا رسول الله أنت أشبعتك المناحي الحياة لكن من نرجع بعدك بالقول ممن نأخذ القرار ممن نستلم التعليمات من يفسر لنا القرآن وقالوا حسبنا كتاب الله لكن كتاب الله تبارك وتعالى ممكن لا يمسه إلا المطهرون والمس مو بالضرورة هذا بس قد واحد يقول بالضرورة أن يمكن المس يعني روحة وضع حتى تمسك حروف القرآن لا لا ممكن مو هذا الموضوع تعرف لي أشياء الموضوع لأن تعبير القرآن الكريم لا يمكن أن تحصر ومن الظاهر المعروف للغة يعني الآن أنت من تسمع مثلا مثلا على سبيل المثال أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيب البعض يتصور الملامسة هي أنه يضع يضع له أصافح المرأة اللي أروح أتوضى لا لا القرآن الكريم يستخدم الكناية عن ما يستقبح ذكره أو حتى مريم نفضة مهذبة مريم أنه يكون لي ولم ولم يمسسني شو المس يعني هو إذن هذا يمسه إلا المطهرون ممكن المس لا يتمكن من الغور في أعماقه استخراج معاني من باطل حكم الشرعي والدليل العلمي من القرآن الكريم إلا للمطهرين للخاصين للخواصة الذين هم محمد حتى بعض المفسرين يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس يعني القرآن جاء بالعموميات بالكليات لكن الذي يتكفل بتبين ولا تعجل نعم والقرآن الكريم يقول إن علينا جمعه وقرآن ثم إن علينا بيانة شراح القانون الإضاح لازم موجود لازم تنزل تعليمات وهذا ما اتهمنا به من تزوير القرآن أو تحريف القرآن أو أن لنا قرآن خاص غير قرآن المسلمين ما هذا الله ما أدنى لكن كل ما في الأمر أن هناك شروحات للقرآن الكريم أم لاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتبها علي بن أبي طالب وفيها علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ويتورطها آل البيت كابر عن كابر فاتهمنا بأننا نقول أن مصحق فاطمة هو بدل هذا القرآن لا هذا القرآن هو بين الدفتين وقرآن المسلمين لكن ماذا تصور هل هو قدر يحل المشكلة فسا قد يسمعنا السامع ويتهمنا بأننا نقول بأن قصور في القرآن الكريم لا حاشا لله لم نقول أن هناك قصور القرآن فيه تبيان لكل شك ما بكل شكال لكن المشكلة فهمنا للقرآن الكريم مقادرين أن نوصل إلى مرامل القرآن الكريم إذا أهل الإختصاص ولذلك نقول هذا القرآن الكريم ما حل مشكل القصور بنا ليس بالقرآن الكريم ويتشوف الآن القرآن مواحد وقالوا حسبنا كتاب الله وخلص حسبنا كتاب الله نسلم جدلا أن حسبنا كتاب الله نحن المسلمون الآن نختلف بأبسط التكاليف وبأهم التكاليف اللي هي من أولويات ألف باء الإسلام مو من ألف باء الإسلام الصلاة الصلاة هي البداية يعني خط الشروع طيب الآن كنتوا بمساجد المسلمين نشوف الوضوء واحد ليش هو القرآن الكريم وقال إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين طيب هو غسلتين مسحتين شنو الكوارث اللي صارت واحد يصبح واحد يمسح واحد شنو الخضيئ إذن ماذا تريد أن تقول سمعتش أنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا من الله تبارك وتعالى أن الأمة لا يمكن أن تنتفع من بعدي بالقرآن الكريم ما لم يكن هناك إمام معصوم هو إدل القرآن والذي القادر الوحيد على استنباض الحكم الشرعي من القرآن ليحمل الأمة على الطريق الصواب وهذا ما خلفته الأمة فإذن عندما نقول أن النبي ليس بدعا من الرسل عندما نقرأ تاريخ الأنبياء قد خلت من قبلكم سنن يا أخي تجارب موجودة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض شوفوا شنو اللي حصل بالأنبياء اعطني نبيا من الأنبياء ليس له وصي لا يمكن لنبي الآن يا سيدي حتى بمنطق العقل مو أكو أدلة نقلية وأكو عقلية الآن بمنطق العقل رئيس الدولة إذا غاب عن البلد هل يجوز أن يركب الطائرة ويسافر دون أن يخول من بعده نائبا لإدارة شؤون البلد وهذا حال كل إنسان ليس فقط القادة حتى مو رئيس حتى الإنسان العادي في حياتي اليومين الآن أنت عندك بيت ومسؤول عن أسره إذا صرت تسافر بمفردك لمدة يوم يومين ثلاث شهر زمان ما تنصب واحد من بعدك أخذ زوجتك أو أخوك بالتأكيد خل ابنك إذا عندك ولد كبير وهكذا في بقية الدوائب لمؤسسات المدارس الكل لازم لازم من ينوب عن القائد وحتى من جاء بعد النبي وتسنم هذا المنصب عندما يعني أوصى لغيره قال لا يمكن أن أترك الأمة هكذا لنا هذا التفكير كان عند عوام الناس كان حتى عند البسطاء كان حتى عند النساء أضرب لك مثل فاليوم دنت الوفاة من عمر ابن الخطاب فبعث بولده عبد الله عبد الله ابن عمر قال له اذهب لعائشة واستأذنها بأني أريد أن أدفن في غرفة رسول الله في غرفة رسول الله مع صاحبي طبعا احنا نأذن في بعض التساؤلات المشروعة التساؤلات المشروعة أنه يستأذن من عائشة لماذا البيت بيت النبي لكن يستأذن من عائشة يظهر هشها هكذا كانها هي الوريثة يعني للنبي لأنها ورثت لأنها ورثت كزوجة ورثت التسع من الثمن كزوجة ولذلك لا يجوز التصرف إلا بإذنها طيب إذا هي ورثت فإذن لم حرومت فاطمة الزارة مو يمهى أحنا الآن بس يبيها فالدليل واضح استطراد النور الشاهد فجاء عبد الله بن عمر قال لعائشة أن عمر يقرأك السلام ويستأذنك بأن يدفن إلى جوال صاحبي عند غرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطرقت عائشة ثم قالت خلاص لتوكل يعني أعطت الموافقة لكن قالت يا عبد الله قل لعمر الله الله بأمة محمد لا تترك الأمة كالغنم بلا راعي إذن الأمة بلا قائد شنو كالغنم منه التفتت مرأة امرأة اللي هي عائشة تكبر تسعر أنه تفكير هالمرأة مو تفكير على مستوى قيادة يعني مين مو انتقاص من المرأة حتى تفهمني الناس شوي لسه بيظلهم شوي يعني أنا من أقول تفكير عائشة هل يرتقي لتفكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منطلع محيط مولين بغض النظر عن تزديد السماء طبعا إذن هو النبي أولا نضج 63 سنة عمره مثقف واعي وعلى تماس مباشر مع الوضع والقيادة جاي الآن نستغني يعني ما نذكر المدد الإلهي وجانب السماء وجانب الغيبي لأ أخذيك إنسان واعي ابن أسرة من سادة العراض يتحرك وفق ما يمليه العراض من 63 عام عائشة تفكر بالأمة أن تبقى بلا راعي والنبي عوف الأمة على سقيفة بن سادة تحدد مستقبلها مراهما يعني المهم فالأنبياء لكل الأنبياء لازم لكل نبي وصي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من باب أو اتم لاحظ أنا في اليوم أسمعت أحد الأخوة كان يتحدث عن يوشع بن نون يوشع بن نون وصي موسى سبحان الله ليش نقول لو دخلت أمة بن إسرائيل جوحر ضاب لدخلت أمو أكوش حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يتحدث كان عن يوشع بن نون في أيام شهر رمضان على قبل سنيات يعني كنت تابع الرجل بالتلف فقال يوشع بن نون وصي موسى بن عمران وردت له الشمس ويزعم الروافط بأن الشمس ردت لعلي بن أبي طالب ولا صحته لذلك هي ردت ليوشع ولكنها لم ترد لعلي يعني هذا لو تسأل الرجل سؤال أن يوشع بن نون هو وصي موسى وعلي بن أبي طالب وصي محمد ومحمد أفضل من موسى فمن باب أولى أن يكون وصي محمد أفضل من وصي موسى وإذا على النظام الأولويات ما جازة للأقل درجة جازة للأفضل للأفضل إذن يمكن لها ليش لعلي بن أبي طالب لم ترد إذن مسألة بيفد عملية من الشوية طيب في واقعة الغدير سمحت الشيخ يعني هل هو هذا المكان الوحيد أو المورد الوحيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله على إمامة الإمام أمير أم كانت هناك موارد أخرى يعني في حياة النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهيئ الناس للارتباط والانقطاع لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه قبل هذه الحادثة أما هذه الحادثة كانت التنصيب صراحة بشكل رسمي وبشكل رسمي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوشك أن يدعى فيجيب ويلتحق بالرفيق الأعلى بلور كل ما طرحه من خلال حياته من أيام الدعوة السرية إلى تلك اللحظة ترجم في هذا الموقف وإلا خلال حياته ولذلك تشوف المشكلة أنه مثلا المظفر يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو للارتباط يعني ما معنى الكلام قد يكون مو بالنص كلام المظفر يدعو للارتباط لعلي بن أبي طالب والانقطاع لعلي بن أبي طالب طيلة فترة رسالته يجي واحد إحسان إلهي ظهير إحسان إلهي ظهير يقول أن المظفر يزعم أن محمد كان يد يزعم أن عليا شريكا في نبوته لا لا مو شي خلي منطق علمائي خليكون مو يعني مثل ما أن الشيعة يستدبرون القبلة ويصلون لقبور أئمتهم تسامع بهذا الكلام أنا قارئ يعني مو بسامعة أن الشيعة يستدبرون القبلة ويصلون وين إلى قبور وهناك محاولات كثيرة سمحت هذا ليست الأولى وليست الأخير تعرف هاي من يأخذوها سيدي يأخذوها من لا يجوز استدبار قبر المعصوم يعني أنا أدري أن المعصوم أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وقادر على رد جوابي ثم المعصومين أغلبهم كلهم شهداء يعني ما من أهل البيت إلا مقتول أو مسموم ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم البحياء عند ربيهم يرزقون كل هذه العوامل تشدني أني مو من الأدب أن أستدبر المعصوم وأصلي إذا قبر المعصوم وراي أصير يمين أو شمال وأصلي احتراما أدبا ليس أكثر أدبا إيش قاله قاله أن الشيعة يستدبرون قبور أسا قبل من شانة الناس تاكل باب وتركب بعير ممكن أن تخنع بهذا الفكرة لكن أنا أستغرب على العقليات التي تردد هذا الكلام مع وجود الفضائيات التي تنقل صلاة كربلاء جماعة مباشرة لكل العالم في كل ليلة مو كل ليلة صلاة كربلاء تنقل من قناة كربلاء حتى صلوات الظهر والصدر وغيرا قنواتنا تنقل صلاة الفجر وصلاة المغرب مماشرة من كربلاء الحسين وعادة الضريح خلف المصلين وإمام التماعة إذا الشيخ عبد المادي يحفظ الباقين المصلي والمصلين خلفه الكل وين يستدقرون قبل الحسين ويتجهون وين إلى القبلة إلى القبلة مع هذا إلى الآن تقبل من يصر مع الغربان من يصر على أن الشيعة يستدقرون القبلة ويصلون المسألة إذا تصير بهذا الشكل ليس تلك النقاش علمي أو نقاش خاضع بين علمهم وإنما تدخل فيها عوامل كثيرة تتمنى أن يكون النقاش علمي ولذلك أنا أهيب بالأخوة يعني هذا النقاش علمي سمعت الشيخ أقول ببعض الأخوة سيدنا أكو بعض الأخوة من أتباع المذهب مثل اللي يوجهون عتب لبعض الشخصيات الألمية العموز ليش ما يروحون مثلا ويناقشون ويقعدون على الطاولة الفلانية أكو بعض طاولات وبعض فضائيات تدعو المنقاش والحوار والمباهل أو المعرف إيش أنا أهيب بالأخوة من أتباع مذهب أهل البيت خلي فكرون بأن الأطروحة موطروحة ألمية حتى نمهي بعلماءنا وننزل مستواهم لهذا النقاش مو نقاش علمي النقاش قطعان من الهمج تتكلم فعلى هذا الأساس نحن نترفع عن أن نهبط بالمستوى العلمي والمستوى العقائدي والمستوى التشريعي إلى هذا المستوى من الكلام لكن كل ما في الأمر أننا نرسخ عقيدتنا ونرسخها من خلال القرآن الكريم ومن خلال المتوارث من آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا نعتمد أي أطروحة من نسج الخيال أو من وضع العجائز وإنما أطروحتنا كلها مأخوذة من القرآن الكريم والسنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم بسمحة الشيخ عدنا عندنا فاصل أخير وبعد ذلك نعود للحديث نعم ما أضل شيء يلا إن شاء الله فاصل قصير مشاهدين ونعود إليكم جاء حسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير فقال له يا رسول الله ائذل لي أن أقول في هذا المقام ما يرضاه الله فقال له قل يا حسان على اسم الله فوقف على نشز من الأرض وتطاول المسلمون لسماع كلامه فأنشأ يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدو هناك التعاديا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عادا عليا معاديا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم من جديد سمحت الشيخ كان الحديث يعني كان النبي صلى الله عليه من المؤكد يعني النبي أثناء سيرته كان هناك محطات كثيرة من خلالها أكد على مسألة الإمامة وأن وصيه وخليفته من بعد الإمام أمير بن عليه السلام لكن يبدو أن الذروة أو الإعلان الرسمي كان هو يوم الغذير المعصوم مسألة التهيئة أو مسألة الإعداد والتأهيل مطلوب مننا للأمة لأنه حتى يجنب الأمة المفاجئة إنتم لاحظ سيدنا مسألة الغيبة للإمام بدأت مع الإمام الجواد أو الهادي مع الإمام الجواد بدأ يهيئ للقنوات سموها قنوات للارتباط والإمام قنوات اتصال تواصل شون سميه تواصل اجتماعي بعدين الإمام الهادي لا غابوا واعتمد على النواب والإمام العسكري كذا ولذلك العمري رحمة الله عليه كان نائب للإمام الهادي وكان نائب للإمام العسكري وإنما هذه كلها بمسألة التروير محال أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يجمع الأمة في غدير خم ويبلغ لعلي بن أبي طالب بدون أولياته وبدون سابق إنذار لا لا النبي صلى الله عليه وآله من أول يوم أيام الدعوة السرية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وطرح عليهم الرسالة الجديدة والفكرة وقالهم من يؤازرني ما قام له إلا علي بن أبي طالب وكان أصغرهم سنة كان صبي مرتين ثلاث احتضنه النبي صلى الله عليه وآله قال لا أنت أخي وابن عمي ووارث علمي التفت إليهم قال فاسمعوا له وأطيعوا ضحكوا قريش قالوا يا أبا طالب أمرك بطاعة ولدك وبدأ من هنا حتى بالمؤاخات بين المهاجرين والأنصار كانت هذه الإشارة ليست عفوية يعني حينما آخى بينه وقال أنت ادخرتك لنفسي لنفسي أنت مني بمنزلة هارون من موسى من موسى إلا أنه لا نبي بعضي بعضي شنو بمنزلة هارون من موسى بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من أهلي هارون أخي أشدد به أزي وأشركه فيه إذا النبي يطلق الكلام ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني كلامه ملاحظة سمعت الشيخ أنه أطلق الكلام واستثنى هذه الشيء الوحي النبوه من بعدي إلا أنه لا نبي بعدي وهذا دليل على غيبية النبي صلى الله عليه وآله لأن هارون هارون مات بحيات موسى وعلي بن أبي طالب عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله ولذلك إلا أنه لا نبي بعدي يعني أنت ستعيش من بعدي أنت ما راح تموت بحياتي في حين النبي قال هالكلمة أمام حروب وعلي بن أبي طالب هو الساعد الأفتك في تلك الحروب وممكن أن يقتل ممكن أن يصفى لكن هذا الدليل على غيبية النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم يقول له إلا أنه لا نبي بعدي وأخذ يشير لأصحابه حتى في يوم من الأيام دخل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمع من الصحابة وفيهم من ضمنهم أبو بكر فأبو بكر أحد بوجه علي وتبسم سأله أبو بكر قال ما لي أراك التبسم صاله النبي سأله لا أبو علي بن أبي طالب قال ما لي أراك تحد النظر إلي وتبتسم ضحكة يعني واحد يجي واحد يضحك وبوشة شوية مواما قال والله يا علي أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كتب له علي بالجواز لم لاحظة شيء قوي هذا الحديث أبو بكر يقول أنا سمعت النبي يوم القيامة لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كتب له علي بالجواز إذن هذه الكلمات وين أطلقها النبي صلى الله عليه وآله النظر إلى وجه علي العبادة علي أخي ابن عمي وارث علمي علي بن أبي طالب بسورة براءة من أبلغ براءة لا يبلغها كما نزل عليه الوحي إلا أنت أو أو أحد منك من نفسك من غير نفسك علي بن عمي فإذن اختزل كل هذه المواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسهل نبكه على بينا لم يقرأ الغيب من وراء حجوب حتى دخل ذات يوم على فاطمة الزهراء وسأل عن علي عليه السلام فقالت إنه نائم وذهبت لتوقض يا لا تركيه يا إيه لرب له سهر من بعد طويل يعني به المضمون أنه ترى خليه شوي ينامه السيرتاح لأنه راح يسل لسهر طويل من بعد هو فعلا عاش من بعد يوشع ابن نون سبحان الله قد خلت من قبلكم سنن يوشع ابن نون اللي تحدثنا عنه قبل الفاصل بأنه ردت له الشمس يوشع ابن نون وصي موسى وصي موسى عاش من بعد موسى ثلاثين عام علي بن عمي طالب شقد عاش ثلاثين عام نفس المقدار يوشع ابن نون ردت له الشمس علي بن عمي طالب ردت له الشمس يوشع ابن نون أول من شهرة السيف علي وقادلته صفورة بنت شعيب زوجة زوجة موسى وأول من شهر السيف بوجه علي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصحاح 27 من تقراب التوراة أمر الله تبارك وتعالى موسى بن عمران أن يجمع بن إسرائيل وخذ بيد يوشع ابن نون ونصبه عليهم كي لا يبقى عباد الرب كالغنم بلا راعي شايف نفس المفهوم يعني رسوله بلغ ما أنزل عليك من ربك نفس الموقف أنت يوشك أنت ودعا فتجيب بعد ما خلصت الحاج الآن راجع إلى المدينة ما راح تطول ليش مو بالمدينة ليش مو بالمدينة ماكو وسائل إعلام مقرية أو مسموعة أو مرئية مثل اليوم حتى توصل القرارات من خلالها فكان أمام أكثر عدد ممكن من الناس يكون أكثر مجال بي للتبليغ هذا المكان هذا المكان ليش لأن الناس طالع من موسم الحج وتدري أن موسم الحج خليط غير متجالس الشامي والحجازي واليمني ومن كل الأطياف من كل الأقطار بينما إذا بالمدينة التبليغ وين يكون لأهل المدينة لأهل المدينة يا سيدة الآن عندما حضرت في الوفان نبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بثلاث وصايا النبي لما كان محتضر منه اليمة أكابر صحابة ونحن الآن نحترم الأكابر والأكابر نأخذ منهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين الأكابر وقال النبي صلى الله عليه وآله بثلاث وصايا الآن كل التاريخ يقول أوصى قال أخرج المشركين من جزيرة العرب أجيز الوافد بما أجيز به الوفود يعني أخوفه جاي أنا ما لحقت بعد محموم ما يساعدني وضعي أعطوه جائزة أو شيء كما أنا أجيز الوفود موجي الثالثة التحدى واحد يذكر الثالثة توني بدوات وكال لا لا الثالثة يقول نسينا الثالثة نسيناها فيها ما فيها ولوا عليا عليكم هي كانت ولوا عليا فالكل الآن من يذكره وش يقول أوصى النبي بثلاث وصايا واحد واثنين ونسينا الثالثة يا سبحان الله ده النسيان إجافوجة على الأكابر أكابر شخصيات طيب إذا صارت حادثة الغدير نقلت إلى المدينة راح تصل إلى اليوم قطعا كلنا ما تصل ولذلك أنا أقول يعني يفترض أن نتفاعل مع حادثة الغدير كما نتفاعل مع عاشراء أتعندك فكرة سيدنا الآن لو لم نتفاعل مع عاشراء بهذه الشعائر الحسينية المألوفة الآن أتباع مذهب إلى البيت لتعرضت لتعرضت إلى التشويه ولتعرضت إلى التزوير ولقيل في يوم من الأيام أن ما نقل عن هذه الحادثة هو محض خيال ومحض كذب وأن الدولة الأموية في ذاك اليوم وناس أبرار متقين يخشون الله ولا يمكن أن يقدمون علاقات الشخصية مثل حسين سلام الله عليه لكن تعميقها وتجدرها بنفوس الناس من خلال الشعائر الحسينية هو الذي فوت الفرصة على أداء المذهب إذن حادثة الغدير يفترض أن لا تضيع يفترض أن نهتم بها أكثر من هذا الاهتمام ما عندنا اهتمام بها ولذلك الآن أنت تسألني ما أدري بالفاصل من كنا ندرد شي شي سالف وقلت لك ما راح نغطي فعلا ما نغطي لأن حادثة الغدير ويفترض أن نكون ندوات وصارت هناك محاولات سمحت شيخ أيضا بعض المؤرخين بعض المفسرين يعني هناك من يذكر عشرة وجوه لحادثة الغدير أو للآية التي نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل وآخر وجه يذكرها ويقال أنه نزلت في تنصيب علي ويقال ويذكر عشرة وجوه الوجه الأخير يقال أنها نزلت ما تفاعلنا وإذا ما تفاعلنا فعلا النتائج نخسر الكثير الكثير وهناك من يقول أنه أساسا لا وجود لها هذه لأنه على ابن أبي طارق كان في اليمن أكيد والتحق برسول الله يخوه بالموسم التحق بالنبي حتى ذا باليمن بالموسم لا ويدعا أنه ما كان موجود في هذا جاء بالهدي ووصل إلى النبي يعني هذه المحاولات ليست وليدة اليوم المحاولات وستبقى المحاولات لكن يفترض من أدنى أن يكون هناك ردة فعل من جانبنا بالتفاعل مع أيام الغدير احتفالية أيام الغدير لنعطي للغدير اهتمام كما ينبغي مسؤوليتنا الآن الشرعية ومسؤوليتنا العقائدية كخطباء وفضلاء ومثقفين ونخب وشعب جماهير كلهم حسب طاقته كل واحد ضمن إمكانياته أن يعطي للغدير معنا في نفوس الناس أقل تقدير أنا ما عندي قابلية أن أوصل فكر أوصل صوت أجمع بيتي وأولادي وأجيب لهم شمعة وأجيب شوكليتة وأجيب حنة وأقولهم في مثل هذه الليلة تم تنصيب علي بن أبي طالب بالحادثة الفلانية وأقرأ لهم حادثة الغدير من البحارة من كتاب الغدير للعلامة المجلسة رحمة الله يعني للعلامة الأمينة ألف رحمه نور هذا السفر الخالد أجيب وأقرأ حادثة الغدير وأشوف مصادرها منين من كل مصادر المسلمين شاهد حديثي طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقه إلى المدينة لو كان التبليغ بالمدينة شونا نقوله مسينا الطالب أم سواء لنا باجتماع وشونا بس لسينا فنزل جبرائيل طلب مننا التبليغ النبي صلى الله عليه وآله أبدى التحفظ لأنه يعرف أكو بالأم ومنافقين ردود الخالد يا سيدي أحنا ما نجي واحد يبالغ أحنا متاجرة بالألفاظ مو يمه المتاجرة بالألفاظ وصلتنا إلى أن نقول بأصمد كل المجتمع المدني أيام النبي وهذا محام وإلا ليش أكو سورة سورة المنافقون خلو نشيلها القرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم فإجا النبي أبدأ التحفظ قال لأكم منافقين ورح يحولون المسألة الدنيوية بأنه أنا أمين لصهري مو أمين للمبادئ والقيم عرض جبرائيل عرضه باختصار خلنا نستعجل شوي عرض جبرائيل بالمرة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول دقيقتين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت يعني شنو يا علي من أنكر إمامتك أنكر نبوتي خير دبرون وضعهم يعني حقيقة الموضوع مسهل مسالفة يعني محتفالية ومرة تنتهد من أنكر إمامتك أنكر نبوتي من لا يا علي من لا يعرفك لا يعرفني من لا يعرف ليش تدهل اللهم عرفني نفسك فلن تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك إلا معرف رسولك ما عرف حجتك إلا معرف حجتك ضللت عن ديني المهم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك إجت من الضمان إجت من الله خلاص ما راح تصير مشكلة راح نضمن القلوب ما أو فعلا ترى هذا التحفظ حتى السماء تريد تبين أن النبي ما كان غلطان ما كان مشتبه نعم جواحد يلا بعد ما انتت هذه لواجس كان في محلها نعم يلا يا محمد بكلة أدب يعني لا يا أبا القاسم لا يا رسول الله غلضة وحشية يا محمد أمرتنا بصلاة صلينا وبالحج حججنا وبالصيام صمنا لم يبقى إلا أن تأخذ بطبع ابن عمك وتجعله أميرا علينا هذا منك أمنا الله إن كان حقه من ربك فأنزل علينا اللهم إن كان هذا منك فأنزل علينا حجارة من السماء ويأتنا بعذاب أليم ما استدى الرجع وصل للراحلة ضربته حجارة من رأسه خرجت من الموضع الآخر سقط ميت إلى جنب الراحلة سائل سائل بعذاب واقع المهم والله يعسمك من الناس جمع منبر من أحداج الإبل 124 ألف حاج 124 ألف حاج للسماء قالتهم كلهم يخونون خليطلعون بهم 20 ألف مخشوادهم 30 ألف نصهم مخش الناس تترباعهم يبقى أثر للغدير وفعلا بقى أثر وبقت مصادر هذا لو بالمدينة الراحل غدير ماكوش فلذلك غدير ما اسمه غدير خم فصار الموقف يم العلامة في تشعب طرق اليمة وعراقيين والمصريين تنزل العلامة الأمينة يقول كان الرجل يأخذ طرفين رداء طرف على رأسة طرف افتحت قدمه من حرارة ووقف النبي وخطب خطبة طويلة ثم أخذ علي إلى جنبه وقف رفعه قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله وبعد ما نزل نصب له سرادق خيمة وأمر المسلمين ببيعة علي وأول من دخل عليه الشيخان بايعه وهما يقولان بخن بخن لك أصبحت مولانا ومولا كل مؤمن ومؤمنة بعد أن تمت البيعة نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا سيدنا مسكي الختام إذن كمل الدين وتمت النعمة بولاية علي بن عبي طالب ومن أسماء هذه الحجة أيضا حجة التمام حجة الكمان حجة البلاء بناء على هذه الحاجة شكرا جزيلا لكم سمعت إن شاء الله شكرا لكم مرة أخرى شكرا لكم أيها السالة على طبي المتابع حسن اللزغاء ومرة أخرى نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة ذكرى عيد الغدير الأغر حتى نتقيكم في اللقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم